بسم الله سلاة وسلام على شفى خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم اليوم إن شاء الله نتناول موضوع جديد هو الموضوع الجديد هو الموضوع والطاقة وداء الجزء الثاني من شابتر نمبر 2 This is the following point I will cover the following points What is the law of motion? Examples of work The connection between work and energy Conservation of mechanical energy Motion position and energy حركة موضوع وطاقة الأنرجي أيها الأنرجي الأنرجي تعريفها is the ability of the work The ability to do work يعني القدرة على فعل القدرة على عمل شغل قدرة ability to do work شغل Mechanical energy is of two types الطاقة الميكانيكية هي نوعين من النوعين النوع الأول بيسموه potential energy طاقة الوضع كيناتك and energy النوع الثاني طاقة الحركة النوع الكيناتك and energy النوع placebo cSA كيناتك and energy ten 쏟 الكيناتك and energy برمزة الرمز P-E أو أحيانا بعد كتب OR U سوف يوكي أن تنفع الكتب مونسة برامز U Kyle كير� Thing é pour طاقة الوضع بتاعة الجاذبية Is the energy هي طاقة That an object has you to its position In the gravitational field of the earth هي طاقة الطاقة دي بيكتسب الجسم بفعل مين بفعل موضعه في مجال الجاذبية الأرضية في مجال الجاذبية الأرضية يبقى عبارة عن أنا عندي جسم هذه مسلا سطح الأرض هناك جسم الجسم إذا رفعته إلى أعلى جاه هنا اكتسب طاقة وضع اكتسب إيه لأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم أنا بازلت الشغل الشغل يروح فين يكتسبه الجسم في صورة طاقة وضع فالpotential energy بتساوي weight في high weight في high يعني الوزن في الارتفاع أنا عندي هنا ارتفاع H الجسم ده لو رمزناه قتلة M طبعاً الوزن بتاعه هيبقى M في G وزنه وزنه عبارة عن قتلة في تسارع زي ما قلنا هذا الوزن عندما نضرب M يبقى weight M G في H يبقى M G H يبقى هذا عبارة عن potential energy دائماً كتلة في تسارع الجسم الأرضية في الارتفاع حيث where H is high يبقى دائماً potential energy عبارة عن كتلة في تسارع في ارتفاع M G هذا القانون بتاعه كيناتك energy كيناتك energy is the energy that an object has due to its motion عبارة عن طاقة الطاقة دي بيكتسبها الجسم بفعل مين؟ بفعل حركته its motion كيناتك energy يستوي نصف M V square نصف M مضربة في مربع يعني نصف كتلة في مربع السرعة نصف M V تربيع نصف M V دائماً كيناتك energy the units of kinetic energy وحدة طاقة عموماً والشغل كلهم لهم واحدة واحدة in the metric system في النظام العالمي الوحداك أو في النظام المتري the unit of KE وحدة طاقة الحركة التي هي KG متر لكوليساني تربيع أو نصف M V تمام؟ هي عبارة عن لو نحن هنا طبعاً نصف هنا لكن النصف لا يوجد وحدة فطبعاً الكتلة م كيلوجرام السرعة متر لكوليسانية تربيع كيلوجرام متر تربيع تربيع ي 팔� operated by. سم tactical kG كيلوجرام توفع متر أ biri ليس قد تربيع لا يوجد كيلوجرام متر لكوليسانية تربيع كبير تربيع كيلوجرام الكتلة كتلة wego ومفا هي قوة نيوتن الثاني وقوة نيوتن ومساء متري يبدو نيوتن متر المين؟ جول يعني جول اختصار الجولة الunit of ke يجول في النظام مين؟ انزا متريك سيستم في النظام المتري أو في النظام العالمي في النظام الانجليزي يسمونه imperial system في النظام الانجليزي عبارة عن unit of ke طبعا برضو potential energy هو يساوي food bound في النظام الانجليزي طبعا نظام مش معمول به لكن احنا دائما ان واحدة الطاقة هي الجول لكن برضو للمعلومة الواحدة الطاقة في النظام الانجليزي هي food bound والfood bound يساوي 1.356 نوتن متر اللي قلنا عليه الجولة دا عبارة عن الوحدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة